موسيقى تحية لكم مشاهدينا وينما كنتوا عم تحضرونا بالبنان او خارج لبنان اسمحولي بلش بكلمتان بيقتك مسؤوليتك من بعد ما عدنا بالبات بسبب الحجر المنزل ايه بلشنا نشوف صور عم تنتشر عالسوشال ميديا صور السماء الزرقى والعصفير والطبيعة الحلوة قدام بسطنا بهيد الصور قدام لنا اف شو حلوة سماء بيروت اف شو حلوين جبال لبنان فعلا هن حلوين ولكن الانسان لوسهم الانسان ازاهن خلنا ما نكون مسؤولين عن هالأزية خلنا بالعكس نكون نحن السبب يلي عم بيخلي لبنان احلى وسماء لبنان احلى لانه هايدي سروى الله عطانا اياها ولازم نستفيد منها هايدي الحلقة اليوم رح تكون مخصصة عن البيئة رح نحكي كل الوقت عن الطبيعة رح نخصص كل وقتنا وانتو كمان لازم تعطوا شوي من وقتكن هنصيح على الحلقة يمكن ما تكفت هتعرفوا كل المعلومات عن الطبيعة تاخد معكم كبسة زر على اللابتوف على التليفون يلي بيضل بايدنا لتفوتوا على الانترنت وتشوفوا موضوع بهمكن عن البيئة او شكل بهمكن تزرعوا هيدا الشي صار كتير هين وصار هين بايدانا انا بدي استقبل معي بستوديو فابيان اهلا وسهلا فيك فابيان نور لهوا بوجودك مرسي اميليو اليوم انا وياكي رح نتشارك تقديم الحلقة انا كتير مبسوط بوجودك لانه عطول بتجي لعننا مع معلومات رائعة تكون معلومات غنية يعني عم بتوقع من هلا انه الحلقة رح تكون رائعة مرسي اميليو اكيد بوجودك كمان على الحلقة عم بتكون حلوة كتير اول دخوله شمعة طوله رح نبلش اول فكرة معيك ايه اكيد رح احكي عن تبس نصايح عن كيف نقدر الاشخاص اللي بيهتموا انه متل ما حكينا بالطبيعة ويمكن ما عندهم ما قادرين يكونوا قاعدين بجبال ما عندهم ارادة قدام بيتهم وحبين انه يكونوا عم بيساعدوا الطبيعة بطريقة معينة نعم فانحنا رح نعطيهم شوية نصايح كيف يقدروا يفجروا اذا فينا نقول هيدا الموهبة على البالكون كيف يقدروا يزرعوا البالكون بالاشياء ونعطيهم نصايح كيف يعملوا الاتبات يعني كيف يقدروا يوصلوا لهيدا الشي فا اول شي لازم تفكروا ب تعملوا بلان للبالكون يعني تشوفوا كيف بدكون تزرعوا الاشياء كيف حبيين انه يكون البالكون عندكن شو هنه البلانتات شو هنه الشتلات الزهور اللي بدكن تحطوها لازم تفكروا كمان انه اذا كنتوا اول من بالشين ما تزرعوا كتير اشياء تقدروا تهتموا بكل شي عندكن متل هون شايفين بالصورة مثلا بدنا ننتبه على نقل البويت البو اللي بدنا نحطه هنا على البالكون ننتبه اذا الدولة بتخلينا مثلا نحط البو برات البالكون لانه في منهم في اوقات بعض الدول ما بتقبل ما بعرف نحنا عنا بلبنان هيدا الموضوع كيف بينزرولو في البدجي كمان بدنا نشوف قدي ادرين لازم كمان نهتم لازم كمان نهتم انه نتأكد انه البو اذا عم نطلعوا برات البالكون يكون ثابت لانه فعلا اذا لا سمح الله نزل لاخرش السيارة او عملنا شي قصة يعني مانا رح تكون كتير حل او حدا قاطع مثلا انا كتير لفتون الصور اللي بعتتيهم اول ما اوصل عالباد عن جد يعني رح جرب انه نحنا عنا كم بلانت على البالكون ولكن مش كتير منهتم بالبالكون طبعنا فشو رقيك تصممي لنا البالكون طبعنا ايه اكيد منساعد اكيد هلا ونبعد صار عنا خبرة يمكن صار عنا خبرة بالبيئة او الطبيعة افاكاد بدك تشوف اذا البويات ستبتين ولا لا فمن هون كمانا حبيت اعطي افكار انه شو ممكن تكون البلانت او الظهور اللي ممكن يزرعوا فينا في عنا اكزامبلات مثل العربيشات الكونيفرز او السناوبريات الحشائش الخضار كمانا نستفيد منن الظهور مثلا مثل انواع الظهور في عنا الماريغولد الماريغولد اهم شي فيها انه ما كتير بده اهتمام ما بتم رد وبده تقس دافئ يعني مش بحاجة لحتى هادي هي اللي عم نشوفها البيجونيا كمانا هلا رح تبين على الصورة على الشاشة بيكبروا بسهولة كمان ما بدون كتير شمس بس ضو البانسي كمانا من الظهور اللي بتزيين النار وقلبانة غنية هيك بتحس فيها متل غوامق وفواتح انا هون حب ديف شغلي انه ذكرتي انه نزرع على البالكون خضار واشياء ما بده شي هي فعلا عن جد انه بيقلونيك انه كتير صعب واذا بتزرع نعنعة اذا بتزرع حبق يعني هودي اشياء ما بدون زعتر هو اشي ما بدون كتير اهتمام بدون شوية ما بدون يعني اذا بتزرع بيقل ما فيها النكش وهالحفر ويعني الشغلة هيني ولكن قد ابتم بسطة انك عم تاكل شي عارف شو هتبطيله عارف الماء اللي يصقي عارف انه ما فيه مواد كيميوية حتى بقدر قللك ايميليو نحنا عنا بالبيت مثلا نحنا زرعنا بطاطا بمطرح ما تصدق قدي حلو قدي حلو وقت يكون فيه لانه بتستير كيف الشاس كتير حلو زراعة البطاطا بثلتشور بتلاقي النتيجة ضغرة وكتير مهضومة يعني انا ما عندي خبرة بيزيعوا بالتراف كمان عم تخلقوه طريقة انه ترجعتوش معو العيلة يعني انه اذا العيلة كبيرة خاصة انتا في ولاد عم بقول كتير بيحبوا رح ينبسطوا كتير يعني بمصح المشاهدين بهيدا الشي انا خلصت فكرت التبس له هلأ وفي عندي كمان احب احكي عن الفقرة التانية اللي هي البانز إلستريشنز رح تجرب تكون موجودة بكل حلقة لانه انا هيدا الفن كتير بحبو البانز إلستريشنز هنا عبارة عن متل صورة الى عبرة منقدر ناخد عبرة وشوي قريبة من الكاريكاتور فهذه الصورة اللي عم نشوفها هلأ على الشاشة هي شرب الصايغ قدم لنا اياها شرب الصايغ قدمها خصوصا للموضوع اليوم هو من زاوية الاحتياجات الخاصة فأنا كتير بقدر اللي عم بيعملوا هون بفرجينا كيف الاشخاص وقتا يكونوا متل ما حكينا ببيكنيك كيف عم بيكبوا على الارض كيف ممكن يقزوا الطبيعة بحيال طريقة حتى بالبحر كيف عم بيلوسوا وقتا يتركوا لك كيف عم بيتركوا المطرح مطرحهم فهون اكيد متل ما قلت قبل ايميليو او بهاي ديك الحلقة انه لازم ننتبه على هيدا الموضوع كتير انه مطرح ما نكون موجودين بالطبيعة ما نقزيها انا بدو اجهله تحية لشرب اللي هو صديقي كمان بدو اجهله تحية على هالشغلة اللي قدم لنا اياها هي فعلا مجسد الفكرة متل ما هي وبطريقة كتير سلسة سهل الممتنع انه كل العالم تقدر تفهم شو عم بتشوف كمان بوجهله تحية مرة تانية وبالصورة التانية اللي رح نشوفها قدمتلنا اياها باسكال بوموسى كمان كتير معبرة هي كيف البناء العشوائي كيف عم بيقذ الطبيعة عم بتفرجينا اياها مثل بمكواية اللي هي عم تقطع هيدا العمار العشوائي وعم بيشلنا الاشجار عن محيطنا فهوني انا كمان بحب انه كل حدا قاعد بمطرة حاسس انه الشجر خفيف حوالي يجرب مثل ما قلنا يزرع يزرع حوالي يكون عنده هيدا الهم انه هالمساحة اللي موجودة فيها هالبنية خفية الخضار انا بدي عود هيدا الخضار بطريقة معي انا اذا بتسمحيلي بوجه ملاحظة متواضعة هيدا شغلي شفت انا يعني بعيوني بعض البلديات بلبنان بدا تزرع بدا تشتغل يعطيهم الف عافية ولكن زرعوا سنوبرا على طرف الطريق يعني على الزيح الابيض هيدا يعني هيدا بديل على عدم دراسة لانه السنوبرا بعد فترة طويلة رح تتخن والسنوبرا الشرين تبعها فيشة يعني رح تطول الشرين تبعها وتقبع الزفت يعني هيدا الشي رح يسبب لنا بمشاكل بالطريق غير انه فيه احتمال لا سمح الله حدا ما قدر سيطر ع سيارته يفوت بالشجرة يعني انا مع زراعة الشجر ولكن بطريقة مدروسة ما بدا شيدا الواحد يزرع ولكن بدا شوية تفكير فيه مهندسين مختصين بهيدا الموضوع فيه مهندسين مهندس يكون مدني مختصة لهوية ويقدر يعمل لهم دراسة فيه جمعيات اذا مش قادرين يتكلفوا لما هندسين انه يكون شيد مجال خاص فيه جمعيات تعمل لهم دراسات نزرع ولكن نعرف شو نزرع شي كمان ما يرجع يقزينا بمحل معين الزرع العشوائي هو أزيه يعني مشكل شجرة حلوة لازم تكون موجودة صح على الطريق لازم تكون مدروسة أكتر صح أنا من وحي الزراعة اخترت لفقرة حرفة الأسبوع مهنة الزراعة حلوة كتير هيدا المهنة بلشت حوالي صار لعشرة آلاف سنة مبلشة أكيد منعرف انه الإنسان بلش يكتشف طبيعة من أول ما بلش الكون إذا بديك وصار يطورها شوية شوية إذا بديك فينا نبلش كمان مع فكرة أدا محاوة يعني من هون بتبلش الفكرة أنه الزراعة قدام مهمة يعني كان فيه شجرة وقطفوا منها ما بدنا العبرة كلها طبعة لصة ولكن بدنا أنه كان فيه شجرة سما هي أول حرفة يمكن أو أول إذا بنا نقول مهنة متهانة الإنسان نعم فمهنة الزراعة هي مهنة كتير مهمة ولكن بده شوية تجهد لأنه الزراعة منا بس أنه أنا عم بصقي وأنا عم بقطف الزراعة بده اهتمام بده الدراسات بده يكون حدا بيعرف هيد الشغلة قيمتها بيزرعوها وكيف بيزرعوها وبأي طريقة وهيدا المجال شوية خطر مانه كتير مضمون لأنه ما فينا نسيطر نحنا كمان على عوامل التأس ولكن كما رح نشوف هلأ بهيدا الصورة رح نشوف أنه طورت طرق الزراعة صار فيه طرق جديدة صار فيه خيام فيها مكيف نقدر نضبط الحرارة ورطوبة متل ما بتنسبنا كرميلة نقدر نزرع بطريقة أفضل وما نعمل كتير جهد ونظل عم نخاطر كتير كرميلة يعني مثل هيدا الصورة لاحظت أنه هيدا قودة مسكرة والشتل مزروع بماء هودا طرق جديدة للزراعة أكيد بدون يكونوا اختصاصيين عم يشتغلوا فيهم مش مزارع عادي أو إذا اتمرن المزارع العادي على هيدا النوع هيدا هيدا طرق كتير منيحة وكتير صحية عفكرة وكتير طبيعية ولكن بدها مثل ما ذكرت بدها اختصاصي يكون عم يشتغل فيها هودا طرق جديدة وأنا هون بدي أدعي حدا بيقلي مثلا أنا عندي أرض بالشمال أنا ساكن ببيروت ما بيقدر إزرعها مين بدي يهتم اللي فيها هيدا الأرجو ما ما بيقلي إيه بلو لهيدا الشخص في شجر منا بحاجة للاهتمام وهي سروة يعني مثل شجر الزيتون شجر السنوبر هودا شجر ما بدهم اهتمام نعرف ادي صرحة أكيلول السنوبر نعرف ادي صرحة أتنكت زيت الزيتون هودا شجر بدهم اهتمام مرة بالسنة تطلع تقطفهم وترجع ويمكن تشحلهم مرة تانية بالسنة يعني مرة كل ست شهر هودا الشجر كمين ما بدهم كتير ماء خلنا نروح على صوب الزراعات يلي ما بده كتير ماء يعني إذا بتقولي لي مثلا تزرع قطن أو رز وهيك هودا اشياء بدهم كتير ماء عم نبلش نفتقد شوي انه يكون عنا ماء رغم انه عنا بحر ولكن ما عنا طرق انه نحل ماء البحر فخلنا نتوجه صوب زراعات ما لنا بحاجة لكتير اهتمام ما لنا بحاجة لكتير ماء هم نكون عم نطلع عم نطلع عم نطلع محصود محصودنا وعم نطلع مصارق زبعنا المحصود والزيادة عن هيك عم نرد للطبيعة على الحياة لأنه نحنا كيف بيقولوا انسان بلق ابتسامي مانه حلو او الصبية اذا حطة حطة كلها ماء كاف وبلق ابتسامي مانه حلوة الطبيعة بله الشجرة مانه حلوة هي صخور واشخال ولكن الشجرة والخضار بيعطي شكل كتير حلو لهذا السبب انا اخترت مهنة الزراعة رح احكي كمان عن موضوع كتير بيعنيله اللي هو موضوع ريسايكلينج او اعادة التدوير كل العالم بتقول انا بدي بقلش ريسايكلينج قريبا هقدم همة عنا بلبنان نعم 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 لازم نشتغل على طريق التفكير صح يعني بتساعدنا ايميلو بهذا الموضوع فنحنا هون لازم نبلش نفكر بشغلة تانية اللي هي ريديوس رييوز ريسايكل ليه ريديوس رييوز ريسايكل ريديوس يعني بدنا نخفف انو نستهلك اشيه ما منعوزها يعني انا اليوم من نعايز اسحب عشرة كليناكس كرميلتا مسح ايدي من الماي ما بيسحب عشرة كليناكس انا هون اي ريديوس بخفف استهلاك الكليناكس رييوز يعني بدنا نروح صوب الاشيه اللي مقدر نرجع نستعملها يعني انا جبت من السوبر ماركت مرتبان فيه كابيس او بينات باتر او حياله شيء فيني ارجع اجل المرتبان وارجع استعمله لشيء انا بيستعمله بالبيت اعمل فيه بنادورة او رب ما بعرف شو بيعمله الاشخاص بالبيوت ريسايكل خليها تكون اخر ستاب لا لانو ريسايكلينج بيكلف كمان مصاري يعني الكاميونيا اللي بدي يجيخدلك الاشيه اللي بكتعملها ريسايكلينج هيدا بدي يكون عم بيطلع مزوت ودخنة المزوت وبدو يروح على الطرقات وبدو يطلع على المعمل اللي بدي يعمل ريسايكلينج وبدو يكون يعني الشغلة منك كتير هيني ومنك كتير وفيرة يعني فينا نعمل ريسايكلينج اكيد هيدا اخر ستاب ولكن انا بالنسبة لقلي اهم شغلة هي الريديوس يعني انا بدي اعرف انا لشو بحاجة يعني انت مثلا رح نبلش نقال الاكزابل بتروحي على محلة تيب تشتري عشر فساطين بس انت ممكن ما تلبسي غير ثلاثة منه طيب ما هور تليتر بقية رح تقولي بس الفسطان ما بيلوس هيدا ماشي الجواب هو ما هيدا الفسطان معمول بمعمل والمعمل تعمل هيدا الفسطان تستعمل كهرباء وتوصل على المحل والمحل ضوى كهرباء كلملتا تجد شو فيه يعني هيدا كله كلف تلوص توصل اللي عندي فهور ما رح ينبسطوا منك اللي عندهم محلات ما رح ينبسطوا كتير الصبايا واللي عندهم محلات ولكن رح قللهم انه هني يبتكروا افكار جيدة يعني في كتير محلات ما رح سميهم هلق على الهواء عملوا فكرة مثلا بتجيب للتيابك القديمة بتاخد 20% على التياب الجديدة بالتياب القديمة شو بيعمل؟ بيزبطون الاشياء اللي مأهلة انه تكون بتتزبط فيها خزء صغير فيها شغلة صغيرة ممكن يزبطوها بيزبطون وبيعطوهم للاشخاص يلي محتاجة هاي نقطة اثنان بيقدروا يرجعوا يستعملوا القماش لقطعة جديدة ثلاثة فيه كتير اشياء ممكن يعملوا وهون عم يحكي عن التياب بعض ما حكينا عن قنينة المبيد المراطبين هاو دي كلهم اشياء البلاستيك الكارتون بنروح على محل مثلا بنروح على مطعم ناكل بيعطينا كباية كارتون لانه هو منو تنعزبكم ترجعوا تجلوها للكباية بس هنحس شوية بهيدا البيئة يلي عن جد عم تصرخ ازا بدي يمكن هيدا اللوكداون التعبئة العامة اللي صارت يمكن تتذكرنا شوي انه ارحموني يعني لان ما كنا عنده بقى طريقة تحكي كنا عم نخنقها بكل معنى الكلمة كنا عم نطلع عسامة بيروت الصباح نشوف التلوث عم بياكل بيروت التلوث عم بينزل بان المباني العالية يعني فعلا مشهد مقلم وخصوصا والمقلم اكتر اللي ما عم بيتضيق من النظر اللي رح يضيق من الشمح اكيد هيدا كله عم بيزيد امراض كمان نحنا عم نشوف قدى الامراض عم بكتر نعم نعم الامراض السرطانية اللي هي من اهم اسبابها هي انه في هالتلوث الكبير انا ما رح كتر كتير حكي عن ريسايكلينج متل ما ذاكرت بالمقدمة بدي كابسة زر على الانترنت منفوت نقرأ ريديوز رييوز ريسايكل مرسي كتير عالمعلومات اميليو هلا انا رح كف كمان بالوقف الروحي اللي هي رح تكون اخر فقرة لليوم كمان البابا فرانسيس خصص يوم عالمي للصلاة من اجل البيئة وحتى لحماية الخليقة ودعا متل ما قلنا اعطى عشر نصايح لحماية البيئة اول نصيحة هي التدفئة هلا رح نشوف الصورة هالبنت اللي اللابسة كتير لحتى نلبس كتير هيك من كون عم نخفف استخدام وسائل التدفئة هون عم نخفف من استهلاك المزود والكهرباء والبنزين والحطة بخصوص اذا عم نحكي عن بابور او شمينيس عم نضطرنا نقص الشجر فاكر من هيك طلب انه نلبس اكتر ونخفف استخدام وسائل التدفئة تاني صورة رح نحكي فيها رح نشوفها هي كيف نخفف استخدام البلاستيك والورق هلا كمان حكيت فيها اميليو تالت نصيحة طلبة هي انه ما نهضر المياه نعرف ننتبه اكتر لانه هاي دي السروي لحتى ما نفقدها رابع نصيحة عطاها فرز النفايات اللي ما حكينا فيها كتير بيبر جلاس بلاستيك مثل يعني هي كتير هاي نحنا عنا بالبيت بنعمل الفرز وانا بالاخر دايما بيخد هالغراض على مؤسسة معينة انا بعرف انه هي عم تهتم بهذا الغراض خامس نصيحة طلبة كمان البابا فرانسيسيا انه نطبخ على الاد هي كمان منخفف من استخدام الطاقة هاي دي كمان هون كمان هاي دي رسالة انسانية كمان انه منشوف انه عنا اللبنانية عنا خاصة طاولة كتير طويلة غدى لتلتة ايام بيضل واخر شي بنقتر انه نكب الاكل هيدا الشي كمان منه كتير انساني غير انه منه كتير منيح للبيئة لانه عم نكب الاكل بالبيئة مزبوط سادس نصيحة هي انه نهتم بالمخلوقات الحية يعني كمان هنهتم كيف بيها المخلوقات الموجودة حوالينا نستخدم وسائل النقل العامة بدل ما نستخدم السيارات كنكون عم نستفيد من وسائل النقل العامة تامي النصيحة بيقلنا ايها انه نزرع الشجر متل ما قلنا نهتم انه ننتبه للقضوية يعني كل ما طلعنا من قوضة نطف الضو مش نترك البيت كله مضوة كله هيدا رح نهتم فيه ننتبه انه نهتم فيه هيدا رح يساعد بيقيتنا اكتر واكتر فهيدا كان موضوعنا لليوم وشو بتحب فبيان انا بدي اشكرك على المواضيع يلي عطول بتفجئيني بالغنى طبع المواضيع طبعيك بدي اشكرك عوجوديك بتمنى انه بدي اتمنى انه يكونوا المشاهدين حبوا الحلقة مشاهدين لهم تكونوا وسط حلقتنا الى نهيتا ولكن قبل ما ننهي رح تكون هالنهية غير كل النهيات انا رح حط صورة هلأ على الشاشة قدامكن رح فاجيكن لبنان كيف كان لبنان كيف صار الصور يلي بتلقوه على الانترنت مقلمة اكتر بعد صور لولاد مشوهة ببعض الاحيان صور لمناظر كتير بشعة ولكن انا اخترت صور صغيرة بس تعطيكم فكرة ورح اترك تعملوا انتو البحث وانتو تنبشوا على الصور ورح قلكن هيدا البيئة مسؤوليتكن حافظوا عليها لانه اذا مش لقلكن لولادكن انا بدي اودعكن ملتقانة بحلقة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة